أخي الحبيب قد أتاك رمضان شهر مبارك وشهر الغفران فتب إلى خالقك الرحمن وأقبلا فيه على القرآن تلاوة تأملا تدبرا لآيه إن طالبا أو خبرا اقرأه بالليل وبالنهار وزد تلاوته بالأسحار وأكثرا فيه من القيام بين يدي بارئك العلام ولتجتهد في الثلث الأخير منه لتقرب من القدير أكمل قيامك مع الإمام تنل ثوابك على التمام فرمضان فرصة عظيمة فاغتن منها أيما غنيمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن عبادة الصيام كسائر العبادات المؤمن وسطها وأثناءها وفي داخلها تعتريه أفعال تقع منه تصرفات هذه التصرفات التي تقع من الصائم في نهار صيامه تعتريها الأحكام الخمسة هناك تصرفات للصائم في نهار صيامه مكروهة وهناك تصرفات مباحة وهناك أفعال محرمة وهناك أفعال مستحبة وهناك أفعال واجبة فالمؤمن في نهار صيامه قد يفعل ما يشاء من الأفعال ويقول ما يقول من الأقوال هذه الأفعال والأقوال التي تصدر منا أثناء الصيام في نهار الصيام تعتريها الأحكام الخمسة منها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وما يليها إن شاء الله تعالى وسنقصر الكلام على الأفعال التي يظن مثلا أنها محرمة ولا تكون كذلك أو على الأفعال المكروهة التي لا يعلم الناس بكراهتها ونحو ذلك مما هو مهم من أفعال الصائم إذن نبدأ أولا بمكروهات الصيام مكروهات الصيام أي الأشياء التي يقره للصائم أن يفعلها أثناء صومه في نهار صومه يقره له فعلها أول شيء يقره للصائم اللمس والفكر وما في معناهما كالقبلة من مقدمات الجماع الذي يسلم صاحبها من خروج المذي عادة إذن اللمس والتفكر في الجماع وقبلة الرجل لزوجته ونحو ذلك مما يعد من مقدمات الجماع هذه الأشياء إذا كان صاحبها يسلم يعلم من نفسه السلامة من خروج المذي في العادة العادة عادته جرت ويعلم من نفسه أنه وإن وقع منه لمس أو تفكر أو قبلة فإن ذلك لا يؤدي إلى خروج المذي يعلم ذلك عادة من نفسه فهذا يقره حكم هذه التصرفات هو الكراهة حينئذ مفهوم قولهم إن علم السلامة في العادة أن الإنسان إذا لم يأمن على نفسه من خروج المذي جراء هذه التصرفات من لمس أو تفكر أو قبلة أو ما في معناها إذا لم يعلم من نفسه السلامة من خروج المذي فإن ذلك يكون محرما إذن الحاصل أن مقدمات الجماع من لمس أو تفكر في الجماع أو قبلة أو نحو ذلك هذه الأشياء إما أن تكون مكروهة للصائم أو محرمة متى تكون مكروهة إن علم الإنسان بالعادة أنها لا تؤدي إلى خروج المذي لا تبلغ مبلغ خروج المذي ونزوله فحينئذ حكمها الكراهة وإذا لم يعلم ذلك يعني لم يأمن على نفسه خروج المذي ولم يعلم بالعادة السلامة من خروج المذي فإنها تكون محرمة هذا في المذي فقط فكيف لو كان الأمر يتعلق بنزول المني من باب أولى وأحرى لأن المذي سابق على المني والمذي يخرج بأقل التصرفات والأفعال فإذا ذكرنا هذا التفصيل في المذي ففي المني من باب أولى وأحرى بمعنى من لم يأمن على نفسه نزول المني ومع ذلك تفكر أو لمس أهله أو قبل أو نحو ذلك المقدمات الجماع فترتب على ذلك نزول المني فإن ذلك محرم ومبطل للصيام كما سيأتي بإذن الله تعالى إذن فالحاص الذي تلخص لنا من هذا التفصيل الذي ذكرت لكم أن المؤمن حري وحقيق به أن يبتعد عن هذه الأمور في نهار صومه أن يجانب مقدمات الجماع في نهار صومه إذ لا يأمن على نفسه أن يقع منه المحذور وهو خروج المذي ومن باب أولى المني فمدام الإنسان لا يأمن على نفسه ويخاف ويشك ويرتاب في نفسه فالأحوط له أن يترك هذا وأن يجتنبه أما إن أيقن الإنسان من نفسه أنه لا يخرج شيء من ذلك من مذي أو مني علم السلامة فإن هذا مكروه عندنا في المذهب يعد مكروها عندنا في المذهب لماذا اعتبره مكروها سدا للباب سدا للباب ومن باب الاحتياب كرهوا له ذلك وإن علم السلامة أما إذا لم يعلمها قلنا فلا يجوز إذن هذا الأمر الأول من التصرفات المكروهة في نهار الصيام الأمر الثاني مما يكره ذوق ما له طعم أن يتذوق الإنسان عمدا يتعمد أن يتذوق شيئا له طعم ذوق ما له طعم كأن تتذوق المرأة ما تطبخه من طعام في نهار صيامها وهي صائمة هذا شيء مكروه ذوق ما له طعم يعد مكروها عندنا في المذهب في المذهب المالكي ومن أمثلة ذلك وصوره زيادة على ذوق الطعام كما تفعل المرأة قد تذوق طعاما أو شرابا هل هو حلو أو حامض هل هو مالح أو غير ذلك هذا يعد مكروها عندنا أيضا مما يعد مكروها استعمال معجون الأسنان مما له طعم معجون الأسنان لش كأن له طعما يكون في اللسان يتذوقه اللسان يشعر ويحس به اللسان بحاسة اللسان تتذوق طعما لمعجون الأسنان فهذا أيضا مكروه إذن لك نقول عندما نقول مكروه ليس معنى ذلك أنه يبطل الصيام وإنما معنى ذلك أن الأولى والأحوط تركه هذا معنى كونه مكروها لكن لو وقع فإنه لا يبطل الصيام هذه المكروهات كلها التي سنتحدث عنها وما سبق الحديث عنه لا يبطل الصيام لكن الأولى والأحوط للمسلم أن يتجنبه إذن ذوق الطعام أو تذوق معجون الأسنان أو غير ذلك من ماله طعم يعد عندنا مكروه عندنا عمدا أما إذا تذوق الإنسان شيئا دون قصد أو نسيانا فلا كراهة إن شاء الله وهذا الذي ذكرناه من أن تذوق ماله طعم يعد مكروها إنما هو بشرط ألا يصل ذلك إلى الحلق أما إذا وصل إلى الحلق فإنه يصير محرما ويكون مبطلا للصيام كما سيأتي معنا إن شاء الله في مبطلات الصيام هذا الذي نتحدث عنه مجرد تذوق باللسان لم يصل إلى الحلق أما إذا تذوق الإنسان عصيرا أو غير ذلك من المائعة السوائل فوصلت إلى حلقه فهذا يبطل الصيام ويعد أمرا محرما ما لم يصل إلى الحلق فأقل أحواله الكراهة عندنا في المذهب الأمر الثالث كثرة الكلام في المباح كثرة الكلام في المباح يعد عندنا أمرا مكروها للصائم لأنه قد يوصله إلى الحرام كثرة الكلام في المباح ولأنه ينبغي للمؤمن أن يشتغل في نهار صيامه وفي شهر رمضان بالخصوص ينبغي للمؤمن أن يشتغل في هذا الشهر المبارك بالعبادات بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء والصدقة والصلاة وغير ذلك من العبادات فالمقصود أن كثرة الكلام في المباح تعد أمرا مكروها للصائم إذن مفهوم ذلك أن الكلام القليل لا بأس به نعم الكلام القليل في المباح هذا معفو عنه مباح للصائم لكن كثرة الكلام في المباح مكروها تعدنا في المذهب لأنها قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام ما هو الحرام؟ قد يؤدي كثرة الكلام إلى الوقوع في الغيبة والغيبة حرام أو في النميمة وهي حرام أو في الكذب أو في شهادة الزور أو في أن يقول الإنسان ما لا علم له به أو نحو ذلك من آفات اللسان فما دامت كثرة الكلام قد تؤدي إلى آفات اللسان فينبغي للإنسان أن يجتنبها خاصة يتأكد هذا إذا كان صائما الأمر الرابع من مكروهات الصيام الحجامة للمريض أن يحتجم الإنسان وهو مريض وهو صائم يعني يقول الإنسان مريضا نوعا ما يحس بتعب يحس بشيء من المشقة ومع ذلك صام لأن مرضه كان خفيفا قال أنا أستطيع الصيام بإذن الله ولو كنت مريضا المرض خفيف فصامق فيكره له في هذه الحالة عندنا أن يحتجم الحجامة لماذا؟ لأنه ما دام مريضا فإن الحجامة قد تزيده ضعفا تزيده إرهاقا ومشقة وتعبا فيشق عليه الصيام والله تعالى أراد بتشريع الصيام التيسير قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذن إذا كان مريضا يكره له الصيام مفهوم كلامنا أن الصائم إذا كان صحيحا معافا فإن الحجامة مباحة في حقه ولا تكره عندنا في المذهب إذن الحجامة مكروهة للصائم إذا كان مريضا إذا كان متعبا تكره له لأنها قد تزيد تعبه وضعفا أما إن كان صحيحا قوي البنية سالما معافا فهي معفو عنها لا تبطل الصيام وليست محرمة ولا مكروهة بل هي مباحة عندنا في المذهب ومنا يلتحق بهذا ويسأل عنه الناس التبرع بالدم التبرع بالدم للصحيح في حق الصحيح أمر مباح ومعفو عنه وليس من المبطلات وأيضا مما يلحق بهذا ومما خرج عليه التحاليل الطبية التحاليل الطبية التي تقتضي أخذ الدم من بدن الإنسان أيضا لا تبطل الصيام لأن هذه الأمور تجتمع في شيء تجتمع في شيء واحد وهو إخراج الدم من البدن الحجامة فيها إخراج الدم من البدن التبرع بالدم إخراج للدم من البدن التحاليل الطبية إخراج للدم من البدن هذه كلها مباحة إذا كان الإنسان صحيحا لم يكن مصابا بعلة أما إذا كان مريضا وهو مع ذلك صائم فيكره له أن يفعل هذه الأشياء يكره لسمعنا ذلك أنها تبطل الصيام أولى له أن لا يفعل لألا تزيده هذه الأشياء بعثا على ضعفه فيشق عليه الصيام هذه بعض مكرهات الصيام نكتفي بهذا القدر ونتمم ما بقي منها في الحلقة القابلة إن يسر الله اللقاء والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين أخي الحبيب قد أتاك رمضان شهر مبارك وشهر الغفران فتب إلى خالقك الرحمن وأقبلا فيه على القرآن تلاوة تأملا تدبرا لآيه إن طالبا أو خبرا اقرأه بالليل وبالنهار وزد تلاوته بالأسحار وأكثرا فيه من القيام بين يدي بارئك العلام ولتجتهد في الثلث الأخير منه لتقرب من القدير أكمل قيامك مع الإمام تنل ثوابك على التمام فرمضان فرصة عظيمة فاغتنمنها أيما غنيمة ترجمة نانسي قنقر